في نفس هذا الملف سنتقل إلى دمشق معي الكاتب والباحث السياسي سيد غسان يوسف أهلا بك سيد غسان معنا على سكاي نيوز عربية إذن سيد غسان حياك الله سيد غسان معبر باب الهوى مهم جدا معبر إنساني كبير يأوي له ويأوي له أيضا ربما مئات الآلاف من السوريين هو المعبر الوحيد الذي تدخل لهم المساعدات الإنسانية والدوائية وما شابه لماذا تعتقد الجانب الروسي والجانب الدول التي تقف مع الحكومة السورية الآن تريد إغلاق هذا المعبر الإنساني يعني ما الأسباب حقيقة بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين يعني تعرف بأن دائما القرارات الدولية تؤكد على سيادة الدولة السورية على استقلالها لوحدة ترابها الذي حصل في العام 2014 تم القرار 2165 الذي سمح بدخول المساعدات الإنسانية عبر أربع معابر لظروف معينة اليوم تغير الوضع وعادت الدولة السورية للسيطرة على معابرها وعلى أراضيها ولكن الذي يحصل اليوم هو ازدواجية بشيئين لكن سيد غسان دعني أكون معك واضحا هنا لابد من تداخل معك بالأفكار يعني هناك لا يوجد حلم هناك حقيقة أن حربا أهلية طاحنة صارت في سوريا وافترقوا الناس يعني هناك ناس مناهضين للحكومة السورية موجودين في تلك المناطق هم لا يقبلون بهذا الأمر هل هو ضغط ابتزاز أيضا هو واقع ليس كذلك لا لا ليس كذلك أبدا اليوم يعني هناك دولة سورية معترف فيها من قبل الأمم المتحدة يجب أن تسيطر على المعابر الشرعية يجب أن تكرس قرارات الشرعية الدولية لا توجد دولة في العالم تسمح بتكريس التقسيم التي تقوم به الولايات المتحدة وتعرف أن هذه المعابر الإنسانية استغلت كثيرا لإدخال السلاح والمقاتلين آلات المقاتلين دخلوا من هذه المعابر وهناك جماعات إرهابية أصبحت هي المستفيدة وهناك مجتمع دولي يقوم بدعم هذه المجموعات ويقدم لها المساعدات الإنسانية والدعم اللوجستي ولذلك عندما تقوم كل من سوريا وروسيا والصين بالمطالبة بالسيطرة على المعابر أعتقد أن هذا حق شرعي وتستطيع هذه المناطق أن تحصل على المساعدات الإنسانية عبر الدولة السورية ولكن هناك مجتمع دولي أيضا أعود لك يفرض قانون قيصر يفرض العقوبات ينهب النفط ينهب القمح يريد أن يكرس تقسيم سوريا لكن زيد غسان القول أنت قلت قبل قليل مسألة أن الحكومة السورية تستطيع تزويد هؤلاء هؤلاء معارضين مختلفين معها أساسا هناك مشكلة حقيقية اقتصادية لكثير مناطق دمشق واللاذقية ومناطق أخرى عديدة هل ممكن أن تقدم الحكومة السورية بديل يعني إذا ما أغلق هذا المعبر بالذات هل يقدم الدواء والأغذية وكل شيء هل تعتقد هذا حقيقي وواقعي تماما تماما دعني أكمل عندما تكون الدول تعمل بحسن النية كالولايات المتحدة والدول التي تسير في ركبها وتقدم المساعدات عبر مطار دمشق الدولة وعبر المعابر الإنسانية وعبر المعابر الشرعية التي تسيطر عليها الدولة السورية وهناك مراقبة أممية تصل المستحقات إلى كل مستحقيها لماذا تحرم كل المناطق السورية ويضغط على المناطق التي تسيطر عليها الدولة وتتنطح هذه الدول لأن هناك أزمة إنسانية في المناطق التي هي خارج عن الدولة أخي الكريم هناك نوع من الاستعداد لجعل هذه المناطق مقسمة خارج عن سيطرة الدولة تقسيم سوريا تفتيت سوريا بحجة الدواعي الإنسانية وهناك تقديم سلاع دخلت ألف الشاحنات التي تحمل السلح تذكر ماذا قال سادات بكر يعني زعيم المافيا في تركيا كيف كانت الشاحنات تقدم السلح وتأتي بغاز السارين من ليبيا لاستخدامه لتستخدمه جماعات وخوص بيضاء في إدليد كل هذا دخل لكن ألا ترى سيد غسان ألا ترى الآن الجانب التركي يعني تغيرت سياسته بالنسبة للمنطقة في كثير من الملفات ألا ترى تغير الآن مع الاتفاقات الروسية التركية يعني مسألة إعادة الحرب وهذه المسائل لا لا لم تتغير تركيا أولا هي احتلت هذه المناطق اليوم تقوم بتتريكها تقوم بتغيير ديمقراطية تقوم بدعم جماعات مسلحة جاءت بها من الصين والروسيا والشيشان ومن أي مكان وتقوم بتوطينها في القرى التي تم تهجير أهاليها وتقدم لها المساعدات الإنسانية وتقدم لها السلاح وهناك جبهة النصرة مثل العيام في إدلب والتي تتحكم بمصير إدلب وأيضا هناك الإيكور الصينيين الذين احتلوا المناطق التي هجر أهلها وهناك قرى أصلحت صينية وكل هذا أمام المجتمع الدولي ولم نسمع أي كلمة من هذا المجال ولذلك أعتقد هناك ازدواجية كبيرة وهناك ضغط على الدولة السورية وهناك فرد قوانين وحصار وهناك منع حتى أن يتصرف السوري بأمواله الموجودة في الخارج هناك ضغط على الشعب السوري قانون قيفر يقولون أنه فرض على النظام أنا أقول لك أنا من الشعب السوري وفرض على الشعب السوري وهذا عقوبة للشعب السوري وكل الكلام الذي يحكي عن أن هناك مساعدة إنسانية هو فقط للتضليل وهي بربك أندا تقوم بها هذه الدول عندما سيجدد قرار مجلسة سيد غسان أخيرا البعض يقول أساسا لا يوجد مصالحة وطنية حقيقية في سوريا كل ما يحدث هي ألعاب سياسية من الانتخابات وغيرها واليوم لا يوجد مصالحة وطنية ولا مصالحة سياسية أساسا إلى الآن هناك الجانب الأمريكي والجانب الكردي والروس والإيرانيين هم يقتطعون أراضي من سوريا إلى أي مدى مسألة الخروج من هذه الحرب الأهلية هو يحين الآن ربما البعض يقول هو مؤجل أيضا عندما تكون هناك نية صادقة من هذه الدول التي ذكرتها حضرتك يعني مثلا عندما تقوم الولايات المتحدة بتمويل ميليشيات انفصالية وتشجعها على الانفصال وتشجعها على نهب النفط وتشجعها أيضا على بيع القمح وتشجعها على طرد مؤسسات الدولة وعندما تقوم بتقديم السلاح للمجموعات الإرهابية بالتواطئ مع تركيا يعني كيف سيكون هناك نوايا صادقة لم نسمع مثلا ولا تصريح من الولايات المتحدة والدول التي تسير في ركبها أنها ستتعاون مع الحكومة الشرعية وأنه سيكون هناك تعاون لوحدة سوريا واستقلال سوريا وأيضا عودة المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة كل ما نسمعه بأنهم سيتعاملوا مع اللجانة الانفصالية سيتعاملوا مع المجموعات الخارجة عن الدولة ولذلك لاحظ هذه السياسة أدت إلى أن ترتد عليهم في الكثير من الأمور وأصبح الإرهابيون يهربون ويذهبون إلى أوروبا بجوازات سفر تركية وغيرها ولذلك كما يقال من يربي العقرب سيلدغه وهذا ما يحصل في سوريا ولاحظ ما يحدث في أفغانستان من عشرين سنة قالوا أنهم جاءوا لمحارب الإرهاب واليوم يتركون الإرهاب يسيطر على أفغانستان فكيف نسق بهم في سوريا في العراق قالوا جاءنا لمحاربة أسلحة الدمار الشامل ولم يتبين أن هناك أسلحة الدمار الشامل وأصبح العراق مجموعات تتقاتل بين بعضها أنا أقول لك اليوم الدولة السورية دون قوية تدعمها منها روسيا والسيطة يعني أشكرك على كل هذه الأفكار التي نقشناها من دمشق الكاتب والباحث السياسي سيد غسان يوسف شكرا جزيلا لك